بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء ما زلنا في يوم الاتنين بنحاول بقدر الإمكان نعلي البنى نعلي بنى المبنى على نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي وهبنا الحياة وهبنا كمان مستقبل ممكن ننظر إليه ونحسن من حياتنا بشكل واضح فتعالوا نشوف إزاي هنبني حياتنا وحياة أولادنا إحنا بنتعود دائما في كل حلقاتنا أن إحنا نكون متواكبين مع كل لحظات حياتنا لأن إحنا متفقين اللي عايبني لو ما بناش هو مراعي السياق اللي هو بيبني فيه هو في الحقيقة مش بيبني هو الحقيقة بيحط عقبات وإحنا عشان نبني الإنسان عندنا ونبني حياة أولادنا وحياتنا لازم نكون مراعيين السياق اللي إحنا فيه ومن أهم الحاجات اللي إحنا لازم نراعيها السياقات المختلفة اللي بتمر في السنة الوحدة زي سياق مثلا إن إحنا خلصنا الدراسة وبدأنا الأجازة كتير منا بيستنى الأجازة فبنستنى وبيستنى أولادنا كمان وقت الأجازة باعتبارها الأيام اللي بيلتقط فيها الناس الأنفاس الأهالي بيلتقطوا الأنفاس من كتر المشاغل والأولاد بيلتقطوا الأنفاس من كتر الدغوط المتعلقة بالدراسة وبالروح أن نفسنا بقى أشياء كتيرة جدا جدا في الأجازة دي إن احنا نعمل هواياتنا اللي ما كناش قادرين فيها أو نسافر فنسافر عشان نجدد حياتنا وبنحس بالراحة بعد وقت طويل من العمل بس من أهم أركان الحياة اللي إحنا لازم نأكد عليها الدور المهم جدا جدا في بناء الشخصية شخصية أولادنا وبناء حتى شخصيتنا إحنا إن الدور المهم جدا للأجازة الأجازة مش محتاجين عشان نأكد على دورها إن احنا نعلي جدا جدا سقف الضغوط اللي بتبقى علينا عشان نقول إن الأجازة دي مهمة لإنها بتخلصنا من ضغوط ولكن الأجازة دي جزء أساس في حياتنا وهو ما تكلم عنه لدرجة إن هي المسؤولة عن الترويح لدرجة إن الترويح عشان نعلي من شأنه سميت الصلاة بشكلها الصحيح إن هي راح أرحنا بالصلاة يا بلال فمسألة وجود الراحة وكون الأجازة بتقوم بدور تحقيق الراحة لنا يخلي الأجازة عنصر أساسي في حياتنا ساعات الأكازة بتفقد معناها لما مش بتأدي أدوارها في حياتنا بشكل صحيح فبدل ما تكون وقت للراحة بتبقى أحيانا وقت لإدمان الكسل وفرصة كمان لإدمان المتعة واللزات اللي ما كانش أولادنا بيقدروا يحصلوها في أوقات الدراسة زي إدمان السوشيال ميديا والألعاب الألكترونية على سبيل المثال هما قريدي زي ما بيقولوا كده هما مدمنين حتى في الدراسة بس بيزداد بقى الإدمان دوته ويبقى يوصل لأعلى درجاته في الوقت ده لدرجة خلاص بيبقى ابننا ملتسق بقى حاجة كده زي التوقع من ملتسق بتاعه مع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الزكية اشتركوا في القناة